هذا وشهد سوق العمل البحريني زيادة في عدد الموظفين البحرينيين نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة العمل في إيجاد الفرص والأفضلية للمواطن البحريني باعتبار الكوادر الوطنية هي المحرك الرئيس لكفة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في مملكة البحرين كما أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الوصول إلى نسبة 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 بذلت مملكة البحريني جهودا كبيرة من أجل تعزيز الفرص للمواطن البحريني بهدف دخوله سوق العمل ومشاركته في مختلف جوانب التنمية وكانت معارض التوظيف التي حرصت وزارة العمل على تنفيذها محفزا للباحثين عن العمل من أجل رفض سوق العمل البحريني بالكفاءات والطاقات البحرينية بمختلف المجالات واستعاب خريجي الجامعات وجاءت خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها في الربع الأخير من عام 2021 ممهدة الطريق لنقلة جديدة في مجال التوظيف بمملكة البحرين حيث تم الإعلان فيها عن أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل من خلال هدفين وهما توظيف 20 ألف شخص وتدريب 10 ألاف بحرينيين سنويا حتى عام 2024 بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 التي تقوم على مواصلة تحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص وإعادة هيكلة الحوافز للتوظيف وبعد الدخول خطة التعافي حيز التنفيذ استعرض مجلس الوزراء مؤخرا نتائج مبشرة حيث شهد النصف الأول من عام 2022 توظيف 14321 مواطنا وهو الرغم الذي يمثل 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحرينيين سنويا حتى عام 2024 ومن الجانب الآخر انخفضت نسبة البطالة من 17.15% إلى 15.17% بفضل الحزم المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها خلال فترة جائحة كورونا وخطة التعافي الاقتصادي وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف ويؤكد لنا ذلك أن خطة التعافي الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح وهو ما أثبتته لغة الأرقام التي دائما ما تكون الفيصل وفقا لهذه الخطة تأتي التطلعات المشودة على أرض الواقع حاليا وفي المستقبل القريب لتحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر